باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كرمت الآن واللي بيقرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم DMC دمتم طيبين طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجلة منزلا حل الله أيامكم وأبهج أوقاتكم وأسعد أعماركم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبداً عسله سمية الحديث ده قبل كده عسله يعني خله زي العسل إن الله إذا أحب عبداً عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يدله على عمل صالح يرضى به عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعدما سمعوا هذا الحديث من سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أما إذا قابل أحدهم أخاه قال له عسلك الله عسلك الله من العسل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى في ناس عسل وفي ناس بصل فخلك أنت مع العسل عسلكم الله وعسل أيامكم وعسل قلوبكم وملأ بالرحمة والراحة نفوسكم اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ جيشنا اللهم احفظ لنا وطننا اللهم احفظ لنا في رئيس دولتنا وبارك لنا في رئيسنا اللهم أبقيه لنا اللهم أبقيه لنا شوكة في حلق كل معادل هذا الوطن اللهم أبقيه لنا خيراً وبركة وقائداً ونصراً مؤذرة اللهم ثبت وأمده بمددك ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد وعنا ونحن نحن وهو على اكتياز كل مضيق وعلى تجاوز كل صعب يا رب العالمين اللهم أمده بمددك ووفقه لبطانة الخير فإنك الموفق لكل خير واصرف عنه كيد الكائدين ومعادات المعاندين وإشاعات المرجفين المغردين واجعل هذا الشعب ملتفا حول قيادته إلى الخير والبركة اللهم احسرنا معه في الجنة إن شاء الله أهو الدعاء الجميل ده البعض من المساكين الأراجيف حسمهم الأراجيف يقول لك وانت عارف منين إنه في الجنة وانت عارف منينك في الجنة والله ما عرف ولا حد يعرف أي حاج إنما احنا بيقول إن شاء الله احشرنا معه في الجنة إن شاء الله هما بس ما يعرفوش كلمة إن شاء الله ما تدربوش عليها ما خدوهاش عندي قبل لوحز ما يعرفوش يعني إيه حسن الظن بالله في الحديث أنا عنده ظن عدي بيه فلما انت تقول يا رب احشرني مع أبويا في الجنة اوعى تفتكر إن حضرتك بتمضي شيك على بياض وإنك المتحدث الرسمي باسم الآخرة إنما هذا هذه دعوة للتفاؤل إن شاء الله بإذن الله برحمة الله بقدرة الله بعفو الله بمن الله بجود الله بك ورام الله إن شاء الله اللهم احشرنا معه في الجنة وثبت واحفظ آمين يا رب العالمين وحصنه من كل سوء آمين يا رب العالمين دعوة لا نبتغي بها إلا مرضات الله والله من وراء القصد اللهم احفظ جيشنا اللهم احفظ شبابنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم احفظ أولادنا من كل مكروه وثوء وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم رخص لنا الأسعار اللهم كثر لنا الخيرات اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم أمننا في بيوتنا وحياتنا اللهم لا تمكن أعداءنا من رقابنا اللهم لا تمكن أعداءنا من أوطاننا اللهم لا تمكن أعداءنا من ترابنا اللهم لا تمكن أعداءنا من علمنا اللهم لا تمكن أعداءنا من ولاة أمورنا اللهم اجعلنا صديقين في حسن التوكل عليك وحسن الاتجاه لك يا رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول الله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعن آله وصحبه وسلم وبعد وانا بقول لكم الدعاء ده انا عارف الدعاء ده زي ايه فرع النيل كده بينقسم لقسمين قسمة حينزل على ناس بردا وحبا وسلاما وناس قاعدة بتقول امين وناس قاعدة اللي بيلتم واللي جاله ضغط الدم واللي جاله تبول لا ارادي انا عارف في ناس عندهم حالة من حالات بص خلاص انا عارف الدعاء اللي احنا دعينا ده دعاء يعني اللهم يعني استجب استجب ويعني كد به من يعادينا يا رب العالمين انا عارف الدعاء لكن هو انا الحقيقة لما قرأت الاية اللي في سورة الاحزاب ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدان الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا والتسليم هي المسألة هي كده هو احنا متوقعين ايه يعني بس سؤال سؤال احنا متوقعين ايه مصاعد ومتاعب ومشاكل واراجيف حلو اراجيف دي عجباني كده عارف واراجيف اعرفوا بقى معناها اراجيف دي يعني المرجفون دول الناس الكدبيين اللي بيشيعوا الكذب وبيشيعوا الشائعات داخل المجتمع ان احنا هيحصل لنا ولا يحصل لنا كل كل الا كل خير بمشيئة الله الواحد القهار بمشيئة الله وان صعبت الحياة وان ارتفعت الاسعار وان حدث ما حدث ستنخافض مرة ثانية باذن الله وحده هو المساعر هو الله بس ما حدش يعرف الحد دي الا الله الا اتباع الله سبحانه وتعالى الا احباب الله سبحانه وتعالى ده بس اللي بيتابعوا كلام الله عز وجل عنده ثقة في الله عنده ثقة في بكرة عنده يقين في بكرة يعني خد بالك بقى عجبني جدا الكلام هم بتوع الاقتصادين بيتكلموا بيقولك ايه يعني محافظة البنك المركزي قالك قالك ان فيه خطأ جسيم الناس بتقع فيه وهو ربط قيمة العملة ربط الجنين مصري بالدولار فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها عملة مستقلة ليها سيادتها وليها كرمتها وليها كيانها طب يا جماعة اذا كانت هذه المسألة بهذا الشكل احنا عاوزين نربط بقى العملة بتاعتنا مش بالدولار ولا نربطها بالذهب عاوزين نربط العملة بتاعتنا بايماننا بالله كل ما كان ايمانك بالله قوي كل ما كان اعتمادك على رب العالمين انه يصل الارزاق وانه يخفض الاسعار وانه يصنع الاستقرار وانه يصنع الحياة وانه يجلب الخير وانه يجلب السلام عشان كده ربنا بقول في القرآن فما ظنكم برب العالمين انت ظنك ايه برب العالمين هو ده السؤال اللي بسطه القرآن الكريم نحن نظن بالله خيرا انما الفرع التاني بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزينا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا اعوذ بالله من بوم وغربان الخراب اللي بيحاولوا يخوفونا وبيحاولوا يرعبونا وبيحاولوا يقولونا بكرة وحش بكرة حنروح بكرة حنضيع لا بكرة حيكون احسن من النهاردة وبما شئت الله ستنصالح الاحوال وستكسر الخيرات وسينمو البر والفضل بين الناس مرة ثانية وسيعود الناس اخوة متحبين متآزرين متناصرين بفضل رب العالمين سلاما على كل متفائل وسلاما لكل من وثق في الله قبل ان يثق في الدولار فاصل وانواصل ابقوا معنا واحد بيسألني يا جماعة كده في الفاصل انت ليه لابس ابيض ابيض النهاردة تقولوا عشان دي هي ليلة مفترجة ان شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى ويوم كله باركة على فكرة اقول لكم على معلومة عجيبة قوي النهاردة يوم الخمس اربعات اربعة اربعة الف ربعمية اربعة واربعين ده بالتاريخ الهجري للناس اللي عاوزوا التاريخ الهجري التاريخ بتاع النهاردة ده حضرتك ما بيتكررش الا كل مية وحداشر سنة يعني اطمئلني تماما انا وانت مش هنشوف التاريخ ده تاني لان احنا مشوفناش التاريخ الابلي منه التاريخ الابلي منه اللي كان من مية وحداشر سنة كان تلاتة تلاتة الف تلتمية تلاتة وتلاتين بص باختصار شديد تاريخ له يعني دلالة رقمية لذيذة جدا بشكل عام يعني التكرار الحوادث ده يدلك على ان الله تبارك وتعالى بالغ امره وان الذي سطر الامور باول لستر اخرها بحق ابداله يعني اللي سطرها مبارح حيسترها النهاردة بيقول الاعراب لقد صار الرغيف بدينار قال والله وما لأبالي ولو صارت حبة القمح بدينار والله قد ضمن لي رزقي فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون هو حنتوكل على مين ونتوكل على Lastik وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمدي احنا علينا نتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى جل وعلا إحنا ليدنا حد نتوكل على الله على احد سواه سبحانه وتعالى جل وعلا ده اسمه ايه ده اسمه الايمان وحسن التوكل على الرحمن وحسن التوكل ده بقى من أهم المزايا والصفات اللي احنا شفناها واتعلمناها من رسولنا ومن قرآننا ومن دنا وأخيراً اتعلمناها كمان من رئيسنا أنا عاوز أوريك مقطع تشوف فيه حسن التوكل على المتوأكل عليه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى المقطع ده الحقيقة بيشجيني بيطربني وعاوز أقولك بالمناسبة والله وحق من أنزل القرآن هذا المقطع اللي حتشوفوه عامل حالة من حالات الهلع عندي إخوان الغبرة عندي إخوان السوق عندي لقطاء الأوطان عندي أعداء الوطن ما بيتقش المقطع ده اللقطة دي ما بيتقهاش واخد بالك إنه المقطع ده من أكتر المقاطع اللي حظيت بتعليقات منفرة من أعداء البلد وأعداء الرئيس وأعداء الوطن حتة مقطع رئيسنا كان بيتكلم فيه بكل موضوعية وصدق بلغتنا بلغة المصريين المؤمنين الطيبين لغة أهلينا عارف لغة أهلينا اللي كان يقول لك فيها إيه؟ هقول لك بس بعد ما تشوف المقطع وحنحلل الكلمات على ضوء ثقافتنا ويدنا ونشوف الكلام ده ميزانه إيه؟ اسمع يا سيدي ونواصل الكلام تخيل فضلت الإمام لما الأموال تنفق في هدم البشر وخراب الأمم أنا عايز أعرف في عددنا كلنا كمسلمين فيه كام دولة مننا بتنتهج سياسة تتسم بالرجد الديني أنا قلت الكلام ده قبل ما أخوش هنا كم؟ كم فينا بيحترم ويحافظ على جواره؟ كم مننا بيتأمر على الآخر؟ كم مننا بيسعى المصالحه الزادية هو فقط؟ حتى لو كان على أحساب مصالح الآخرين؟ كان الشهر اللي فات بيقوله خلاص راحت مصر بس أنا عايز أقولهم إن الله معنا إحنا عمرنا ما تأمرنا على حد ولا حل تأمر ولا قتلنا حد ولا حنيتل ولا خلنا ولا حنخون وحنفضل نبني ونعمر ونصلح وإذا كان ده يقدر ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا حيل وقوي كلام كلام بص بص يعني ايه؟ كلام يتوزن بالدهب قالك إن الله معنا إزاي بقى يقول إن الله معنا؟ تخيل حضرتك باختصار شديد لو أنت كنت مع ربنا حد حيقدر عليك؟ لو أنت متمسك بالله حد حيقدر يهز شعره من رأسك؟ لو أنت لا تخشى إلا الله حد حيقدر يخوفك؟ لو أنت متمسك بالله حد حيقدر يهددك؟ كلام واضح ودي الكلمة اللي قالها سيدنا موسى إن لمدركون قال كلا إنا معي يا رب ساهدين دي الكلمة اللي قالها سيدنا محمد اللهم صلي عليه وذكرها القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا علشان كده الترجمة بتاعة الآية اللي جات فيها إن الله معنا يقول لك أنت لو تقدر على ربنا يبقى تقدر علي أنا متمسك بالله فأنا درعي ربنا وأنا حميتي ربنا وأنا حصني ربنا وأنا دفاعي ربنا وأنا بتحمف ربنا فاللي عاوز يعتدي علي يحاول كده يعتدي على الله هتقدر ده ربنا عشان كده بيقول لك في أول الآية إلا تنصروا يا خبرة بيض دي الآية بيترد كأن القرآن بيرد على عبدة الدولار اللي ربنا ابتلنا بيهم دول فبيقول لهم إيه يقول إلا تنصروا فقد نصره الله طب هتقدروا عليه إزاي يا جماعة يعني خدوا بالكم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجوا إلى آخره طبعا حييجي واحد جاهل عرديد حلو عرديد دي في حاجات النهاردة بتتقال خدوا بالكم هنا قوية جدا عرديد عامل إزاي كأنه المهم فييجي واحد جاهل يقول لك إيه إنت بتشبه الرئيس بالنبي لا إحنا بنقتدي بالنبي النبي ملوز زي إنسى خالص صلى الله عليه وسلم إنما إحنا بنقتدي بيه لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة إنما مش بقى نبي فين وكلنا فين وأهل الأرض فين بس أنا عاوزك تقرى الآية بتاعة سورة التحريم ربنا بيقول سبحانه وتعالى إنت توبى إلى الله فقد صغط قلوبكما بيكلم ستين حفص وستين عائشة لما حصل إشكال بسيط بينهم وبين سيدنا النبي كده يعني قالوا البعض أمور خاصة سرية بينهم وبين بعض النبي كان التمن واحدة عليه المهم فربنا بيقول إنت توبى إلى الله فقد صغط قلوبكما وإنت ظاهر عليه فإن الله هو مولاه معناها إيه؟ معناها اللي يقدر على ربنا يبقى يقدر عليه وده محال زي ما جاولك لو طلت السماء بأيديك هعمل كذا يبقى بديك حاجة اسمها اقترن الأمر بمحال لدلالة الاستحالة ما يعرفوش الكلام ده والكرسة إنه شيوخ الغبرة اللي هربانين برة لقطاء الأوطان واحد شيخ منهم كان بلوى مسياحة على الدين وعلى وزارة الأوقاف أصلا وهربان برة الجاي بيزايد وبيشرح الجاي بيقول لنا وبينصح الجاي بيشكك في الكلمة ده أنت لا قرد قرآن ولا قرد دين الله ده إحنا عندنا يقولك اللي يجي على الغلبان ما يكسبش ليه ما يكسبش لأن ربنا اللي بيحميه لما واحد يقول إيه حسب يا الله ونعم الوكيل يبقى تحميك في ميه بلاش لما تقرى حضرتك في الحديث سبعة يظلهم الله بظله يعني إيه يظلهم الله يعني يدخلوا في حمايته بشكل مباشر يوم القيامة لما ربنا يقول سبعة يظلهم الله بظله معناها اللي عاوز يصبهم بسوق لازم يواجه ربنا الأول يقدر يقدر يواجه ربنا ولا ما يقدرش هو ده السؤال وهو ده الملمح الإيماني العالي جدا اللي قاله الرئيس عجبني قوي الشيخ ممدوح لما وجه هذا السؤال لدار الإفتاء المصرية ورد الشيخ ممدوح رد رهيب رد رقي جدا ما تيجوا نشوف دار الإفتاء ردت ووضحت وبينت معنى الكلام بتاع سيدنا اللي قالوا إيه يلا فضل بيقول إيه حكم من يقول اللي يقدر على ربنا يقدر علي بيورطنا يعني يعني إيه بيسأل سؤال بقى وجه زنقنا بقى في خانة اليك ما هو أصلا أنت مش واخد بالك أن أقوال وأفعال المسلمين بتحمى على أحسن الوجوه والإمام مالك بيقول لو أن رجلا قال كلمة لها تسعة وتسعين محملا لها تسعة وتسعين محمل في الكفر ومحمل واحد في الإيمان تحمل على المحمل الإيماني لأن محمل الإيماني ده معه قرينة ترجحه وهو الإسلام وحسن الظن في المسلم لكن الشعر بيقول وعينه الرضا عن كل عيب كليلة وعينه الصخطي تبني المساوي ما علينا أنت بتسألني الوقتي على جملة قالها أي حد من البشر بيقول اللي يقدر على ربنا يقدر علينا شوف السياخ بتاعها أنا هقول الجملة دي وأقصد بها إن أنا في حمى الله وأنني أستعين بالله فأنا داخل في دائرة رعاية الله فإذا كان في حد عاوز يمسني بسوء فيقدر في الأول على اللي أنا في دائرة رعايته إذا يقدر عليه يقدر علي فده المعنى ده معنى إيماني مش معنى سيء إنت عاوز تحمله على المعنى السيء أو حد تاني مش حضرتك يعني أكيد عايز يحمله على المعنى السيء يبقى هو في دخل نفسه في ورطة بينه وبين الله لأنه حمل كلام المسلمين على أسوأ المحامل وكان متحيز في أحكامه اللي هو مش مطلوب منه أصلا اللي يحكمها على الناس ده بقى بيديل لك على إيه بقى الكلام ده وات اللي احنا بنقوله بيديل لك على إن اللي كانوا حكمونا في السنة السودة إياها ما كانش عندهم فشل فقط في الأمور السياسية إنما كان عندهم غباء في فهم النصوص الدينية دول يا جماعة ما كانوش بيفهموا أصلا 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 ما كانوش بيفهموا دي المشكلة الأساسية لا فاهمين النص ولا فاهمين دين ولا فاهمين قرآن وبيتمسحوا في كل ده الله أرحمك يا شيخ حسن هتقول لي مين يا شيخ حسن أقولك الشيخ بتعرف الكتاب شيخ حسن المشد الله أرحمه كان يدخل الكتاب يقول لنا كده استباحة الصبح كده زي صباح الخير بتاعدكم النهاردة يقول لنا إيه من وجد الله فاحنا نقول إيه فماذا فقد وإحنا أطفال صغيرين بقى نرد كلنا فماذا فقد يقول لنا ومن فقد الله نقول له فماذا وجد فاصل ونواصل ابكوا معنا زي ما بيقولوا كده يعني إيه لازم ترجع الموضوع لأصحابه عشان بس نبطل فاتي معلش يعني يا ريت إن الناس تتعلم إن تسيب المختصين يتكلموا أنا بس جمعت لك كم تعليق لمختصين مش ليا ولا لأي حد بقى لا مختصين في الاقتصاد بيعلقوا على تحرير سعر الصرف لما بتهملك بسرعة في سورة أخبار سريعة غرفة التطوير العقاري بتكلم عن قرارات البنك المركزي الأخيرة وتحرير سعر الصرف تسمع يا سيني غرفة التطوير العقاري بتقول تحرير سعر الصرف يجزب الاستثمارات الأجنبية شعبة الاستثمار العقاري مطلعة بيان بتقول فيه تحرير سعر الصرف سيحدث رواجا عقاريا رابطة تجار السيارات بتقول انخفاض الـ 20% اللي هو السعر الإضافي ثمن السلعة نفسية الغرفة التجارية بتقول القرارات تسهم في توفير خامات الانتاج مجلس الأعمال المصري الأمريكي يا سيدي بيقول لك الاستثمار ينتظر تحسنا كبيرا بعد القرار جمعية رجال الأعمال بتقول قرارات شجاعة وأنهت ارتباك الأسواق عندك يا سيدي مستوردي غرفة أو شعبة مستوردي الغرف التجارية بتقول القرارات ستقضي على السوق السوداء عندك يا سيدي الشركة الصناعات الهندسية بتقول تحرير سعر الصرف سيزيد من الصادرات طيب الشعبة المستوردين بتقول انفراجة كبيرة ولا مبرر لارتفاع الأسعار ده كلام يدل على ان احنا ان شاء الله مستبشرين خير ومنتظرين خير على كافة الأوجه بمشيئة الله وبرضو انا عاوز اؤكد على المعنى العظيم اللي اللي عمله السيد الاستاذ الدكتور مختار جمعة وهو مبادرة حق الوطن مبادرة حق الوطن هتبدأ بكرة في مسجد النور من الساعة 11 صباحا علشان المشايخ والعلماء يعرفوا يعني ايه وطن وما معنى كلمة حق الوطن والوطن له حق ولا لا وهل هو من المقصد المضافة للمقصد الخامسة عشان بيبقى مقصد السادس ولا لا وهل هناك تحديات بيواجه هذا الوطن بتتطلب مننا تحديث وتجديد وتطوير الخطاب الديني والخطاب والفهم والإدراك وجاب العلماء والخبراء والمختصين من كافة التيارات لمعرفة أو من كافة التخصصات لمعرفة حق الوطن حيشارك بكرة بمشيئة الله في مبادرة حق الوطن الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية طبعا كل دا تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة وأخيرا العبد لله طبعا حيشارك بمشيئة الله في هذا الملتقى بصفتي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فإن شاء الله بكرة بإذن الله حيبقى مبادرة أو بداية موفقة عشان كل واحد فينا يقوم بدوره كما ينبغي وكما يعني كما يحبه ربنا ويرضى المهم إن أنا عاوز أقول لكم على حاجة إن فيه واحد في مرة من المرات بيقول يا جماعة أنتوا محتاجين لمبادرات مبادرات للأخلاقيات قلنا له إحنا محتاجين مبادرات للأخلاقيات علشان نرجع للقرآن المبادرة اللي بتعملها اللي بيعملها المتحدة للخدمات الإعلامية اللي اسمها أخلاقنا الجميلة إحنا لازم كلنا نشارك فيها لأن القرآن الكريم هي دي رسالته الأصلية قال لك إزاي القرآن هي دي رسالته قلت له يا أخي القرآن الكريم هو عبارة عن مجموعة من الأخلاقيات اللي دخلت فيها تنظيمات تشريعية لحماية هذه الأخلاقيات قال لي إزاي قلت له إقرأ قول الله تبارك وتعالى نقرأ يا سيدي مع بعض ويلا توكلنا على الله ربنا لما يقولك في القرآن واخضض من صوتك لما ربنا يقول في القرآن لا ولا تمشي في الأرض مرح لما ربك يقولك في القرآن لا تمدن عينيك لما ربنا يقولك في القرآن ولا تجساسه لما يقول وكله واشربه ولا تصرفه لما ربنا يقولك وقوله للناس حسنة لما ربنا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا لما ربنا يقولك لا يسخر قوم من قوم لما ربنا يقولك إن بعد الظن اسم لما ربنا يقولك ولا تقف ما ليس لك به علم لما ربنا يقولك فمن عافه وأصلحه فأجلوه على الله لما ربنا يقول اعفوا لما ربنا يقول ولا تعتادوا لما ربنا يقول ولا تحصوا في الأرض مفسدين لما ربنا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل لما ربنا يقول ولا تقفوا ما ليس لك فيه علم لما ربنا يقول ولا تصاعر خدك للناس لما ربنا يقول لك واخفت جناحك للمؤمنين لما ربنا يقول لك واخدد من صوتك لما ربنا يقول لك واقصد في مشيك لما ربنا يقول لك واعرض عن الجاهلين لما ربنا يقول لك خذ العفوة وأمر بالعرف لما ربنا يقول لك ادفع باللتي يا أحسن لما ربنا أقول لك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعيذة الحسنة لما ربنا أقول لك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأزى لما ربنا أقول لك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لما ربنا أقول لك ولا تنبذوا بالألقاب لما ربنا أقول لك لا يسخر قوم من قوم لما ربنا أقول لك ولا يغتب بعضكم بعضا لما ربنا أقول لك ولا تجساسوا لما ربنا أقول لك اجتنبوا كثيرا من الظن لما ربنا أقول لك ادخلوا في السلم كافة لما ربنا أقوله إذا حيتهم بتحية فحيوا أحسن منه لما ربنا أقوله بالوالدين إحسان وذي القربة واليتامة لما ربنا أقوله أطعم البائس الفقير لما ربنا أقوله لتتبدل الخبيثة بالطيب لما ربنا أقوله آتوا ليتام أموالهم لما ربنا أقوله أنفقوا مما رزقناكم لما ربنا أقوله قولا سديدة لما ربنا أقوله أقول للناس حسنة لما ربنا أقوله تعوانوا على البر والتقوى ولا تعوانوا عن الإسم والعدوان لما ربنا أقولوا أحفظوا أيماناكم لما ربنا أقولوا أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم لما ربنا أقولوا أوفوا الكيلة إذا كلتم لما ربنا أقولوا وزيروا بالقصص المستقيم لما ربنا أقولوا وكونوا مع الصادقين لما ربنا أقولوا أوفوا بالعقول لما ربنا أقولوا كونوا قوامين بالقصص لما ربنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صدق الله العظيم هل تريدون شيئا أكثر من كتاب الله ومنهاج الله وسنة رسول الله اللهم خلقنا بأخلاقك وعودنا إلى أخلاق الإسلام الجميلة يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله